موسيقى الحقيقة بكلام كتير في بعض البرامج وعلى سوشال ميديا عن أنتوني مودست الحقيقة يمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده ولكن هتكلم تاني وتالت ورابع وعشر مودست لعيب جيد مش جيد لعيب كوس قوي أي لعب جديد في ثقافة جديدة واحد جاي من الدولي الألماني وجهة نظري أنه هيخد وقت طويل لغاية لما يتكيف مع الأمور اللي عندنا وأنا هنا حبدأ كلامي للفنيين الناس اللي بتحل المباريات يعني عن خبرة ولها الناس دي مش أنا هم خبرتهم كبيرة ولهم تاريخهم في الملاعب هل يمكن تقييم لاعب عائد من فترة راحة طويلة دون رؤيته مثلا بعد اكتمال يقتل بدنية هل يمكن تقييم لاعب بالقطعة أنا مش عارف الحقيقة ليه الموضوع ده مسيطر على بعض المحللين اللقطة مفيش أسهل منها لكن عندما تنظر إلى تحرقات اللاعب ومهام مركزه والواجبات الدفاعية ونشوف ظروف مشاركته نقدر نقيم هتقول لي ما هو مش أنا بقول إن مودست لم يصل لعشرين في المائة من مستوى حتى الآن بالمناسبة يعني عشان ما حدش يقول لي أنت طلع تدفع عن إيه الكلام اللي لا أنا مش بدافع ولكن أنا بقول خلينا ننتظر واحد قادم من فترة طويلة في الملاعب الأوروبية عمره ملاعب في الملاعب الأفريقية ودايما بيلعب في الدوريات الخمسة الكبرى لعب هداف وأرقامه كلها هيلة لعب لأول مرة بينتقل للقارة الأفريقية وهو قال أنا حروح للقارة الأفريقية عشان خاتل النادي الأهلي هو اسم النادي الأهلي المدير الفني اختاره وبيتكلم عنه دايما بشكل إيجابي بعد كل مشاركة مع ذلك أنا بقى أقر أنه لم يصل إلى عشرين تلاتين في المائة من مستوى لكن إنت عايزه يطلع نار يعني من أول دقيقة ومن أول مطش هل ده كلام عقلاني؟ الجمهور على سوشال ميديا يقول اللي هو عايزه أنا لا أحجر على رأي حد ولا نقاد ولا محللين ولا جماهية عشان بحدش يقول لي أصل الجمهور على سوشال ميديا يعمل لو هو عايزه يقول له هو عايزه ولكن عندما يأتي التقييم من متخصص يجب أن يكون تقييم له معايير يبقى فلابيو ده فلابيو اللي كل جمهور النادي الأهلي بيتغنى بيه ما كانش عنده فكرة ده فلابيو قعد سنة جماعة فلابيو قعد سنة يعني أنا كنت أتشرف بأنه أنا بتواجد مع فلابيو فلابيو قعد سنة بنشوفه في التمرين والله العظيم أقسم بالله التمرين تعمل الأوفر في أي حتة تلاقي فلابيو ده جايبها جون في الماتشاط مش عارف يجيب جون فعمد إن حاسب في الماتش المحلة بيعمل له كرة كده وبيبص بيشوفها فين أم يتخبط في ظهر ودخلها جون جون فتحت فخلينا ننتظر إيه اللي بيحصل مع مودست ده وجهة نظري أنا لا أحجر على أحد اللي عايز يقول حاجة يقولها ف طالما أنت واثق كأهلاوية بقى لو أنت واثق في المدرب اللي هو كولر هتبقى عارف إنه هو عايز أفضل حاجة فالطبيعي إنك ترفع الضغوط عن اللاعب كجمهور فمودست مش محل تقييم وجهة نظري مش محل تقييم الآن ويمكن الخبراء في تحليل كرة القدم يبقوا عارفين هذا الكلام ويتوافقه معايا يهمنا بكل تأكيد اللي حيقدمه للنادي الأهلي ولكن يا ريت ناخد بالنا الظهور على الشاشة غير الكتابة على سوشال ميديا خالص يعني ما ينفعش يطلع أكتب حاجة على سوشال ميديا وجهة نظري طالما أنا بطلع أتكلم على التلفزيون جمهور الأهلي بيثق في مرسيل كولر وهو يثق في كل لعبة النادي الأهلي وفي الظروف الطبيعية لما اللاعبة كلها توصل لأعلى معدلات اللياقة البدنية نبقى نقول ونحكم لكن هناك معايير كثيرة جدا عشان نقدر نحكم ولما اللاعب بيصل لللياقة البدنية الأعلى عشان كده كان إمام عشور بعيد عشان بس الناس اللي بتتريأ عشان كده إمام عشور كان بيعاد لأنه هو حاسس أنه بعد 3-4 مطشاط لعبهم مستوى عامل كده عمال يتصعد 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 فحيصل للمستوى اللياقة البدنية اللي هو عايزه ويبتدي يثبت على أعلى مستوى ليه ويستفيد منه النادي الأهلي ويستفيد منه متخب مصر مدست مفروض أنه هو زي ما قلت لحضراتكم أنا معاكم ومقتنع بالكلام اللي بيتقال من بعض الأهلوية أنه لم يصل إلى 20-30% من مستوى فعلا على فكرة يعني كلنا مقتنعين بهذا الكلام ولكن كلنا مقتنعين أنه هو واحد من أفضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان وحنفضل في ظهره كجمهور النادي الأهلي لغاية لما يصل لللياقة البدنية اللي تسمح له بتقييم جيد نستطيع ومعايير نقدر نقول عليها أن المودست ده نجح أو لم ينجح مع النادي الأهلي حبيت بس أن أتكلم مع حضراتكم في هذه الأمور لكن يعني كالعادة خلينا نطلع نشوف أو نروح بقى جولة للأخبار العالمية والأخبار المحاولية